إذن هذه المصادر ربما تحدثت بكل ما هو محظور منذ يوم أمس والذي يسبق توجه الكاظمي إلى واشنطن على خلفية إعلان تحالف الفتح كما تابعنا يوم أمس استضافة الكاظمي للبرلمان بسبب جائحة كورونا وهذا هو المعلن المصادر كشفت الأمور غير المعلنة أن استدعاء الكاظمي من قبل فتح الكتلة النيابية التي تعتبر أو تقول بأنها الأكبر لطرح أسئلة على الكاظمي وأعضاء حكومته خارج ما يخص جائحة كورونا بهدف إحراجه وإن لم يقدم إجابات مقنعة يجري جمع التواقع لإقالته وهذا أولا مصادر سياسية أخرى كشفت أن تحالف الفتح برئاسة العامري والذي يضم ممثلين عن أغلب الميليشيات الموالية لإيران اشترطت على الكاظمي ضم قيادات من الفتح للوفد الحكومي الذي من المقرر أن يتجه إلى واشنطن خلال هذا الشهر واشترطت أيضا أن يطالب الكاظمي واشنطن بإخراج القوات الأمريكية بشكل فوري من العراق من دون جدولة زمنية وفق الاتفاقيات فضلا عن تشديد الفتح على ضرورة أن يدافع الكاظمي عن الحشد أو ميليشيات الحشد في المحافل أمام المحافل الأمريكية هذه إملاءات الفتح وبخلاف هذه الإملاءات هدد بالتصعيد ضد الكاظمي سياسيا وعسكريا إذ لم يلتزم بهذه الأوامر ويبدو أن قرارات الكاظمي استفزت بعض الأطراف ومنها طبعا الفتح علما بأنه يواجه وضع شبه منهار في العراق وبالذات الجانب الاقتصادي هذه القرارات اتخذها للحد من حالة الفوضى وعدم الانضباط في كل مفاصل الدولة العراقية أيضا هيمنة الميليشيات الموالية لإيران فلم يجرأ أي رئيس حكومة عراقي سابق على مهاجمة أي ميليشيات تابعة لإيران إطلاقا بعض المختصين اعتبر رد فعل الميليشيات ناتج عن صدمة حقيقية وهذا ما ظهر بخطاب زعيم ميليشيات العصائب قيس الخزعلي طبعا بعد المعروف بعمليات الدورة واعتقال قيادين من الكتائب بعد العملية مباشرة صرح قيس الخزعلي وطالب الكاظمي بغض النظر كمن سبقه من رؤساء وزراء العراق آخرون يرون أنه استبقى بهذه العملية كإنذار لهذه الميليشيات بإمكانيته مستقبلا الحد من سلوك الميليشيات المنفلتة وعبت هذه الميليشيات بالسلاح لتهديد أمن البلاد كذلك جرى الفصل والتمييز من خلال عملية الدورة بين الميليشيات التي تأتمر فعلا بأوامر الدولة عن تلك التي يمكن أن تتمرد عليها في أي حالة معينة تقارير غربية تفيد بأن مصطفى الكاظمي يسعى إلى تحجيم دور إيران وأتباعها في العراق وإرساء أسس الدولة العراقية وفق الدستور والقانون بالرغم من أنه يواجه مصاعب كبيرة جدا التي قد تظهر أمامه مفتعلة أو كما هو معروف في العراق وبانت بوادر هذا التحرك البرلماني من قبل تحالف الفتح ضد توجهات الكاظمي كذلك أشارت هذه التقارير إلى أن إيران على يقين كامل أن الكاظمي أصبح يحظى بتأييد شعبي وآخر سياسي من كتل شيعية وسنية وكردية والهدف من كل هذا هو الحد والتخلص من هيمنة إيران وأتباعها في العراق وإعادة فرض القانون وسيادة الدولة ترجمة نانسي قنقر